كما تلقى الرئيس عبدالفتاح أسيسي باركية تهنئة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمنسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأكد المستشار عبدالرازق في بقيته أن الملحمة الخالدة التي سطرت ذكراها قواتنا المسلحة الباسلة سنظل نجني ثمارها من سلام الأبطال المنتصرين إلى نهضة شاملة على أرض الفيروز مشيرا إلى أن تلقى النهضة التي بدأها الرئيس السيسي خففت من آثار الأزمات العالمية الطاحنة وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية